يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم أقيمت قرأة ربع نهاء دوري أبطال أفريقيا القرأة اللي وقعت النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي وقعت وفاق ستيف الجزائري أمام الترجي التونسي وشباب بلوزدادة الجزائري أمام الودادة المغربي وبيترو أتليتكو الأنجولي أمام سانداونز الجنوب أفريقيا النادي الأهلي لو مر من الرجاء المغربي إن شاء الله في الدور التمانية هيواجه الفاقس ستيف والترجي التونسي النادي الأهلي اليوم حسم أمره بمواجهة نادي الرجاء الفكرة إنه إنه بعض الناس قائدت لك الرجاء صعب الوداد صعب الترجي صعب بس الأهلي أصعب الأهلي أهم الأهلي أكبر كل الفاقة اللي أنا قلتها دي هي فرق كبيرة جداً في القرأة الأفريقية ولكن الأهلي هو الأكبر في القرأة الأفريقية وبالتالي من سيواجه النادي الأهلي هو الذي سيقلق هو الذي سيخاف هو الذي أو هو اللي هيشوف نفسه يعني حظه وحش أنه يقوم قدام النادي الأهلي في القرع النهارة وبالتالي ما فيش قلق على الأهلي الأهلي مطالب أنه يتحسن أكثر في دور المجموعات ما كانش أفضل شيء ما كانش الأهلي المتوقع ولكن الأهلي كعادة النادي الأهلي يقدر ويستطيع أنه ياخد اللي هو عايزه حتى لو هو مش في أفضل مستوى بتاريخ النادي الأهلي باسم النادي الأهلي الكبير بقوام النادي الأهلي تشكيل لعبين وجهاز فني قدر النادي الأهلي يصعد لهذا الدور المواجهات في المرحلة القادمة أصعب أكيد من دور المجموعات بالتأكيد أصعب ولكن الأهلي قادر بإذن الله وجاهز بإذن الله أنه يمثل مصر أفضل تمثيل كعادة النادي الأهلي فيها البطولات الأفريقية يواجه الرجاء المغربي وإن شاء الله يبقى الحظ معاه زي ما قلت لكم هيواجه التراجع أو فاكس تيف في الدور النصف النهائي إذا صعد أمام الرجاء وإن شاء الله يصعد وفي النهائي هيواجه بقى أحد أنديت بترو أتليتكو أو سانداونز أو شباب برزداد أو الوداد الأربعة التانيين بطولة مش سهلة ومش صعبة يعني أقدر أقول إنه يعني الأهلي والزمالك حتى قلت الكلام ده على الزمالك قبل ما يخرج الأهلي والزمالك هم أكبر في الانفكار الأفريقية على مستوى التشكيل وعلى مستوى الأجهزة الفنية الزمالك اللي حصل حصل وخرج من البطولة ما كانش المفروض يخرج الزمالك والنادي الأهلي مكمل أو في البطولة وبالتالي الأهلي أفضل الموجودين في القار الأفريقية الآن ترجمة نانسي قنقر